ما كان حلماً لحزب الله اللبناني أصبح حقيقة نحو أربع سنوات مرت على اتفاق المدن الأربع تغيرت فيها ديمغرافية مدينة كالزبداني على الحدود السورية اللبنانية لتتبدل أهلها بالقوة وتتحول ملكية أراضيها لغيرهم أكثر من خمسمائة قطعة أرض وعقار في الزبداني نقلت ملكيتها لميليشيات موالية لإيران برعاية حزب الله بحسب ما يكشف المرقصد السوري للحقوق الإنسان وفي التفاصيل تملكت ميليشيات أفغانية وإيرانية ولبنانية وأخرى وافدة من العراق تملكت 165 قطعة أرض في الزبداني و250 قطعة أرض في منطقة الطفيل الحدودية و97 عقاراً وأرضاً في بلودان حيث تقوم تلك الميليشيات المسلحة بفرض سيطرتها ومصادرة الشقوق والفلال السكنية هذه اللقطات المسربة منذ عام تقريباً تكشف معانته هذه المدينة التي صمدت في وجه اجتياح ميليشيات حزب الله وحجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها لأهالي المنطقة الذين رحلوا عنها مجبرين بعد حصار منعت فيه المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال من الدخول أما اليوم تؤكد تقارير حقوقية أن ما يجري تجاوز مرحلة شراء الأراضي إلى فرض واقع جديد لتفريغ الزبداني وما حولها من سكانها وتوطين عائلات الميليشيات الأفغانية ذلك في تكران لسيناريو غوطة دمشق وجنوبها رغم منع القوانين السورية لعمليات البيع والشراء للأراضي في المناطق الحدودية وخضوعها لتعليمات صارمة لكن على ما يبدو فإن هذه التعليمات لا تسري على الميليشيات تضييق اقتصادي وترهيب أمني وميليشيوي هو الطريق الأسهل الذي اتبعه النظام السوري وميليشيات حزب الله على المواطنين السوريين لدفعهم إلى بيع ممتلكاتهم بأي ثمن لتوفير رقمة العيش بينما تحولت تلك الأراضي إلى معامل لإنتاج المخدرات وزراعة الحشيش والترويج لها برعاية إيرانية